موسيقى موسيقى لما منحب ننطر كلمة حلوة من الحبيب لما منشتاء ننطر اللي منشتاء له ما يجيبه لما منحب ننطر كلمة حلوة من الحبيب لما منشتاء ننطر اللي منشتاء له ما يغيب منبقى مننطر كيلش جديد ومننطر ايام العيد واللي راحوا عنا بعيد من قبل عمر عم ننطر منبقى مننطر كيلش جديد ومننطر ايام العيد واللي راحوا عنا بعيد من قبل عمر عم ننطر اشتركوا في القناة 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 دكتورة اشتركوا في القناة 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 عليك العافي عافي قلبك اتفضلي شكرا شرفتي يسلموا ايديكي شكرا شو راحوا؟ لا قبل حما لاتنين؟ لا البنت فعطت اول شي بعدين جوزة لحقا اه طيب حبيبتي بس يرشعوا اخليوا اللي عندي وانتي فيك تروحي اذا بدك يعاني بتقول ما عندي اشي لا 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 ما في داعي فيك تروحي طيب انا اسف مكين بقضت ازعشيك يعني معقولة محلي بتاوجياني خايفة خايفة من شو؟ خايفة الله يحاقبني ومبقى يرزقني ولا حبيبي الدكتورة اخر مرة شافه ديك قررت لك انه احتمال كتير ضعيف انك ما تحبلي مرة تابين فلا تخافي الله بيحبك وهو شايف وعرف كل شي صار بين الله شو عرفك انه الله بيحبني؟ شو عرفك انه هاجد احتمال كتير ضعيف ويصير معي انا؟ وكما انه احتمال كتير ضعيف انه هلا اصير زلزال ودن هدهيك بالعي واحتمال كما انه كتير ضعيف انه يكون مقربعة شي بالطريق ودعسني سيارة فلا تخافي حبيبي لصها ما وقفت على شي بولاد وعلا بيحبك لانه ضلت جنبك وما هربت وراح ضل جنبك واتجوزك وستحسن اموري ولا اي شغل وعلا بيحبك لانه وفر عليك فضيحة كبيرة اذا نزلتها الولاد فضيحة يعني انت برعت الموضوح الاخرين نشوف الدكتورة الدكتورة بنتزاركم ايجاد شكرا مع تيك العافية فيك تروحي وتسد لي بابن انا ازلكم بابن اهلين الدكتورة انا اعصف على شئ يصدر مني قليلا بس يعني كنت معصي بحقك على رأسي مو مشكلة مو مشكلة شو يا ندا؟ جاهزة؟ لا قدر مو مشكلة أنا جاهزة بس بس شو؟ خايفة خايفة؟ على قولة دكاترا كل القصة شكل دبوس يعني أنا خايفة أنه ما قدر أجيب أولاد مرة تانية لماذا حتى تخافي حبيبتي؟ ما شاء الله هيتحاليلك كلها ممتازة يعني لو حبي تجيبي دزينت أولاد تدري تجيبي مو أنت قلت لي أنه احتمال كثير ضعيف أني ما أحبل مرة تانية يا ندا أي زوجة عادية تحبل أول مرة ممكن تسقط الجنين يعني عادية وهذا كله بإضرب العالمين يعني هي عجد مثل شكل دبوس طبعا لا هاي اسم عملية ولازم ترتاحي يعني الواحد إذا ألع درسه يبطل كل نهاره مكركب فكيف إذا هيك عملية؟ ارتاح؟ يعني كم يوم يعني بي ارتاح؟ على الأقل يومين وبعدين ما لازم تحملي شي تقيل حتى ما يصير عنا مضاعفات تانية بس أنت دكتورا ما خبرتني أنه هيك؟ يا ندا هي ما بدا تنبيه يعني أنت عم تساوي عملية كتير مهمة يعني مو معقول تطلعي من عندي وانت عم تركدي عفوان دكتورا ندا أصدا يعني أنه أنه هي واندا ترتاحي ومين بالبيت يعني أكيد أهلا بيحسوا عليها فهمك كفايا والله هي مو شغلتي أنتوا لازم تدبروا مكان هتترتاح فينا دا طيب ممكن تعطينا دهئة بس ايه فضل ايه ويلاء شو هذي يعمل فحكي معرفي شو بزي بفرطي لبيتو كميوه وانت يحكي معرفني بذلك تتابعين ترفيه تنك عاطلة شو شو قررتو نتاج عسيد أحسيد 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 ما هذا؟ أحسيد 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 حتى أدوّي أشوّي مو مشكلة دكتورة بطاعة بتلّيك راسيك لمشاك على صورة قلب ساوية القهوة لا، ندخل أنا ولياتي ومساوية سوا نيحيك؟ يلا تضغطي النهاقي شقدة منير ووجد لاتعمك ولكن لاتعم أنفسคوات اشتركوا في القناة 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 ايوه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة